مرحباً من جديد إلى هذا الموضوع من مهارات اللغة العربية وهو كتابة المقالة المقالة بداية هي فن أدبي ولها استعمالاتها وهي بنت الصحافة المقالة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالصحافة سوف نبدأ في التعريف بها هي فقرات وأفكار مترابطة تنتج موضوع متكامل حول فكرة معينة حول موضوع معين تكتب بعض الأفكار هذا أكثر كما قلنا ما يطالعنا في الصحافة في تعريف أوسع وأوضح كما هو أمامكم هنا أنها قطعة نثرية نحن قلنا بأن المقالة فن أدبي ولكنها فن أدبي ليس شعرياً وإنما هي من الفنون النثرية في اللغة هذه المقالات تتسم بعادة أنها ليست مطولات لا تتصف بالطول لها طول معتدل وأنها تدور حول فكرة واحدة وتناقش قضية أو تعبر عن وجهة نظر مثل ما نجد في كما قلنا في الصحافة في الكتابة مثلاً عند كتاب الرأي أو الكتاب الرياضيين أو الكتاب الفنيين أو الكتاب السياسيين هو يكتب حول فكرة معينة مثلاً لنقول أنه مثلاً يكتب عن مجاعة في بلد ما إذن القضية التي يكتب فيها وموضوعه الواحد هنا هو هذه المجاعة في هذا المكان يتناول الأفكار المهمة التي تتعلق بهذا الموضوع ويطرحها ويحقل أن تظهر ذاته في هذه المقالة ويعبر عن وجهات نظره والهدف منها هو جذب القراءة هي فن أدبي فبالتالي فإنها تهدف إلى أن يكون القارئ مقتنعاً بما يقدمه الكاتب من أفكار ومن ثم فإنها تتضمن العواطف ويعني يكون فيها سلاسة في الأسلوب ويكون فيها نوع من التجاذب بين الكاتب والمتلقي والمقالة أنواع من أهم أنواعها المقالة الذاتية وهذه نوع من المقالات الأدبية تدرس في الأدب وعند أهل الدراسات الأدبية وهناك أيضاً المقالة الموضوعية المقالة الموضوعية أو المقالة المنهجية بينهما فرق واضح من مسماهما والفرق بينهما يتضح من اسميهما فالمقالة الأدبية مقالة ذاتية تعبر عن رأي صاحبها تهدف إلى إمتاع المتلقي إلى التأثير فيه بينما المقالة الموضوعية هذه تلتزم بمنهجية معينة إذن المقالة الأدبية تعبر عن الإحساس التجارب، تبرز الشخصية، تؤثر في المتلقي ليست معنية بسرد حقائق ومعلومات ونقاشات فكرية وإنما هي حتى إذا عرضت هذه الموضوعات فإنها تعرض لها بأسلوب حيوي وأسلوب فيه إبداع وتخيل يؤثر في المتلقي أما المقالة الموضوعية فإنها مقالة يعني تهدف إلى خطاب العقل ليس إلى خطاب الشعور كما في المقالة الذاتية المقالة الذاتية إذن هي خطاب للشعور، خطاب للوجدان المقالة الموضوعية تخاطب العقل مباشرة فإذا ظهرت ذات الكاتب فيها فإنها تظهر في سرد تجربته الشخصية بطريقة فيها ضبط منهجي وفيها علمية وفيها رسمية أكثر وبالتالي فإن السرد فيها يعمد إلى لغة منطقية ولغة واضحة ليست لغة فيها تخيل وفيها إبداع يعني نقدر نقول إلى حد كبير أنها تتقاطع المقالة المنهجية مع البحوث